السلام عليكم و محبوب بكم في قناتكم منعش طبيعيا ساعدة بلقيكم مرة أخرى في فيديو جديد نتمنىكم يا ربي تكونوا دائما تتمتعوا معنا في قناة التغيير من أجل الرجوع إلى كل ما هو طبيعي بإذن الله اليوم ان شاء الله نتقسم معكم جميع تفاصيل لتحضير أشياء المستنبات الإصفقلي يعني تقسمت معكم دخلتوا في مجموعة من التحضيرات كسلو مثلا لوخالات من الحب المستنبات والثواكه والمكسارات أو على شكل مالح في كسكوس حساء أو غيره إن شاء الله ستعرفوا عليه المجموعين في القناة الشعير المستنبات كل من الأشياء التي اعتمت عليها بقوة نظرا لأهميته سواء من ناحية الهضم لأنه سهل هضم أو من ناحية العناصر التي تكون فيها مركزة لأن الجسم يكون في حاجة ملحة لهذه العناصر القوية على بركة الله سنبدأوا الطريقة و أولها يبدأ أنه كان يصفوا الشعير جيدا و كان يصفهم الحجار والشوائب التي تطفوا فوق من الماء كان يصفوا عدة مرات و بعدها كان يرتبوها أو نقعوه في الماء يعني خسك كمية الماء تكون مهمة بالمقارنة مع كمية الشعير هنا تشوفوني كان نقعوه في الفطين و كان نغطيه على الأقل 12 ساعة في الحالة التي نقعته و كان نفضل 24 ساعة و بهذه الطريقة تكون العمية السنبات سريعة و كانت نقعوه 24 ساعة من بعد 12 ساعة نبدله الماء كان نغطيه كما قلت و كان نبعده على الحرارة فقط نخليه في المطبخ هنا من بعد ممرات 24 ساعة سفيته و غسلته و صفيته و وضعته في الطين يعني هذه القصرية للطين بسطته يعني لا يجب أن يكون مدكس لكي العمل هذه السنبات تكون سريعة و جيدة و يعني لا تكون لكم الفطريات و وضعته كما قلت لكم في الطين يعني يحافظ على السنبات كيف يغير رطوبة و شيئا ما من الدف و غسلته يحافظ على هذا يعني يوفر هذه العوامل هذه كان نغطيه بالتوب كما سوف نشوفه و كان نجعله يعني كي يستنبت هنا اخذ الليت قريبا يوم 24 ساعة كان ندعو فقط في المطبخ و كان نغطيه كما سوف تشوفه هنا بعد ممرات 24 ساعة كان تشوفوا خرجات النبات البيضاء كان نقرر لكم الرأس الأبيض كان كتفيه بهذه المرحلة يعني لاحظوا بأن الشعير إذا كانت عندكم حار الجو حار و كانت شعير لكم ناشف تقدروا يعني تبلوه بعض القطارات من الماء فقط و تغطيه تقدروا تحتاجوا لهذه الطريقة تبليل الشعير لكم يعني واحد جوج مرات 3 مرات بهذه الطريقة إذا كان الحرارة عندكم جد جد مفريطة و كان سوف نشوفكم في الحالة دي انا محتاج الماء يعني فقط 24 ساعة كنت كان نحركم من حين الى اخر و هنا خرجتنا النباتة كما تشوفوا انها الرأس ديالان انتمنى تكون صورة واضحة و سوف نمروا مباشرة لاننا نغسله و نقطروه جيدا و سوف نشوفوا و من بعدها يعني نعرضوه للشمس الاخوات اللي عندهم الحرارة يعني و خاصة الجو الحار يعني لذلك الريح الحار و الذي ينشوفه و ليس الشمس كي يكون الريح يعني الحرارة مفريطة و الريح تكون حارة كنت نشوفوه و كنت ندلز مباشرة للتجفيف بالتحميس على نار جد هادئة هنا سوف تشوفوا الطريقة اللي كنت اهتمدها بإذن الله قبل مرور عملية التجفيف ف بغيت فقط تشير بأن اللي عنده شعير يقدر يقوم بعملية السينباس في الزجاج أو في توب يعني أي مادة طبيعية أي أنية يعني يعني تكون مادة طبيعية إلا البلاستيك أو يعني أشياء فيها الحديد أو غيره الآن بعدما نشفت الشعير بفوطة أو توب جيدا سخنت الآن يالطين هنا سخنته جيدا على نارة متوسطة وضعت فيه الشعير ونقصت النار يعني بعدما سخلينا الطين بطبيعة الحال جيدا نقصت النار إلى أقصى حد عندي وخليته يعني نحرك من حين إلى آخر يعني نكون ونقوم ومشي أشغال عندنا في المطبخ وكان مقاوم مرة 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 ونحرك ونشف أن الحرارة شدت في الطين يعني الطين ونحرك ونحرك لتحرق لحبة الشعير أنا أريد أن تجف تماما وتأخذ التحميص الذي نقلب عليه بدون أنها لا تتحرق من حين إلى آخر ونحرك ونقوم برد الطين تماما نقلب الحبة من المنزل ونحرك هذا العملية مهمة يعني ضمن لنا بأن الحبة تجف تماما من الداخل بدون أنها تتحرق من الخارج لاحظوا الحبانة ونحرك اللون لديها لديها صفار جميل أتمنى يكون واضح لكم وحتى الرائحة رائحة رائحة يعني نحاول نضعها في سناننا إلى قسمة دقة وحدة يعني أنها جفت تماما وحتى الرائحة يعني تجعلنا نعرف بأن الشعر لنا وجد هي العملية تأخذ شيئا ما الوقت ولكن نتيجة تكون رائعة يعني نحن لم نشغلوه فقط نستغلو الفرصة من أن نكونوا في المطبخ ونشغلوه الطين يعني لا نقوم بشي حاجة كبيرة فقط بأننا من حي إلى آخر نحركوه وإلى نرى بردنا الطين نعود نسخنوه يعني بلا من نعود نفس التفاصيل هنا في هذه المرحلة تعفيت بها سنرى المرحلة الموالية والتي لا لديها الطين تقدر تقوم بهذه العملية في الفرن ولكن نحاول أن نقصوا النار ونرد يعني ما نغفلوه يعني ما نغفلوه لكي لا يتحلق لذلك يعني فتحوا الفرن من الآن إلى آخر لكي نسمحوا الرطوبة التي تكونت بأنها يعني تبخر لأن الجميل في الطين يعني يسمح بواحد التجفيف رائع لأن الرطوبة يعني 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 التجفيف والتحميس على هنا فقط نقرب لكم الحبة لحمصنا الشعير المستنبات لأن بعض الأخوات كانت تقسم معهم البندق الشعير المستنبات السميد يعني 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 نقرب اللون مختلف والألوان البندق الشعير المستنبات تختلف على حسب درجة التحميس يعني يعني ما حرقناه و ما حمصناه قليلاً لذلك نركز على النار تكون جداً هادئة ونطفيه بالطريقة التي تكلمنا عليها هنا بعدما طحنت الشعير في المنزل تقدروا على الطحونا يسمد لنا يعني يطحلنا الشعير على شكل سميد وليس على شكل دقيق بعدما تحنصوا كما قلت عندي هنا الغربال الرقيق الذي تشاهده لكي يهبط لنا الأسفل الدقيق والسميد الرقيق وهنا الفوق يبقلية السميد الخاشيني السمين الغلاد هنا نقوم بعملية دائرية بحركة دائرية بالغربال ونحيدها هذه النخالة التي تكون كبيرة غير صالحة للأكل لأنها تكون غلادة كثيراً نزولها بسهولة بالأيدي ونستمرها بحركة دائرية حتى نزول ذلك الشعي الكمية الكبيرة وهنا في الأسفل الدقيق والسميد المتوسط نبقى بهذه الطريقة لا نطول الفيديو حتى نحيد جميع النخالة كثباً كبيرة كثباً لدينا سميدة الغليدة الغربال متوسط لكي تحصلنا على السميدة الرقيقة تصلح الحساء وكسكس كثباً 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 نسف ونسف ونسف بطريقة نسف بطريقة هذه حسكة حتى نسف تحل الترجم ونضيف حتى نسف حتى نتقرب بحركة نتقرب حتى نكملها كاماً لكي نقوم وكام دون نشمع هنا ونسف ونستخدم لدينا تنظيف بالمشرة ونصف بطريقة لدينا وعلى تأخذ الوقت ولكن نجيجة رائعة المشرة هنا ونصف بالمشرة تنظيف ونصف وعلى الغربال الرقيقة لنجمع الخلال الرقيق لدينا السميد الرقيق وهناك السميد الرقيق وهناك السميد متوسط لكن لا تلاحظوا خرجنا من هذا السميد الرقيق فى شهر بلنا طحنا السميد الرقيق هناك تفضل وهذا ثم نجمع الخلال وهناك السميدة سميدة هناك بعض الحبات هناك بعض الحبات لن تطحنها لا تضططها هناك بعض الحبات كاملية هناك السميد الرقيق وأيضا الى حساء وكسكس الضقيق من الأسفل أول شيء تستعملون الغربال نستعمل هذا الغربال لنزول هذا الغربال الغربال ثم ندوز الغربال لنفرز سميدة الرقيقة من السميدة الكبيرة سميدة الغليظة والرقيقة كثابة الأسفل ودائما نجمع النخالة بالطريقة النصف نصفه كما أريدكم وهنا الضقيق يجب علينا هذا لكي تحصلنا على دقيق ناعم لكي يستحل أي شيء نشاهده في القناة حتى في سلو هذا الخريط المستنبت أو الدخل المستنبت مع التنظر والمكسارات وهنا تبقى لي تحين الخشن شيئا ما من الفوق نغربل بهذا يعني هذا يجب علي هادي من الفوق تلاحظوها من دقيق خشن بحلسامية جدا ناعم وكي تبقى لي ها الدقيق من الأسفل من يمكن نغربه يعني كي يجي ناعم هذه الطريقة التي نستعملها حتى في الدخل تلاحظو تلك الغرابة اللي خدمنا وهنا عندنا النخالة من يمكن نصفه النخالة كتبقى هنا هذه النخالة من يمكن نصفه سواء كي نحيدوها من السميدة من الغليضة أو الرقيقة أو حتى من هذه من يمكن نحيدوها ناعمة كذلك كل شيء كان نصفه وكي يبقى لنا هذه الأشياء يعني الشعير لماذا الناس كانوا كي هربوا منه لأن النخالة التي تحييب منه أكبر يعني يعني يعطوها العلف هذه النخالة والأشياء التي تبقى قليلة جدا ويعني خدمة فيها كثيرة ويعني والأشياء التي يتبقى لك تحصل عليه يعني المجهود يتضاعف ويتضعف 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 أشياء غير ضرورية وغير أساسية مثل نحن في حياة المعاثرة يعني كان لديهم لغة كافية كي يستمسوا ويتحصلوا على هذه الأشياء كذلك الناس اللي لا يريد أن تطحن في المنزل تقدر تطحونة ولكن كمية كبيرة ويجب أن تطحنوا كمية كبيرة كمية صغيرة ويجب أن تطحنوا يتضعف على الشعر يتضعف على شكل ثمي وليس دقيق لأن لا يكون دقيق كثيرا ويجب أن نفرض السميد والرقيق ويجب أن يتضعف القليل من الضقيق وهذه الملحة للنساء الذين يمكنهم أن يكونوا فتحون ويقومون لهم بدل عملية وبالنسبة للتخزين كان وضعوه فقط فقارورة زجاجية بعد قطعة الملح للنساء الذين لديهم رطوبة ويبقى بعض الأوراق الغار ويبقى حقيقة لأنه يكون مجفف جيدا نتمنى يا ربي تكون هذه الحلقة فاتتكم إن شاء الله ونطلقها إن شاء الله في فيديو آخر بإذن الله لا تنسوا الشعر لنا دائما مع التغيير دائما معيش طبيعيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته